اشتركوا في القناة 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 وعبينا هذه الاستمارة مع أفراد من المجتمع وقدرنا أنه نحن ناخد معلومات لنعرف أكتر عن الحاجات الموجودة من بعدها نحن طلعنا النتائج وضبطناها بطريقة معينة وعملنا لقاء مجتمعي هذا اللقاء المجتمعي ضم فعاليات من المنطقة وكمان أشخاص من جمعيات تانية من المجتمع المدني وعرضنا نحن النتائج اللي طلعت معنا بهذا الاستبيان كرمال خلال هذه النشاط اللي صارت نشوف شو المشاريع اللي ممكن نحن نعملها بقلب كل منطقة اللي هي إلا أسر سريع حسب حاجات المنطقة أكيد فمسلا نحن بمنطقة ترابلوس عملنا مشروع هلأ نرجع نحكي عنه بمناطق تانية كمان كل لجنة عملت مشروع خاص فيها خالينا نشوف فيديو بفرجينا الأجواء يعني الشغل كيف كان عم بيصير ونرجع عن تانية اشتركوا في القناة فإذا كانت حيات مشتركة بهالفترة بكثير من النشاطات الترفية حتى كمان وطبعا كل النشاطات اللي بتركز على قدرات الشباب كيف نشغل على أنا بدي أحكي على موضوع كثير مهم نشغل على تدريبات مكسفة مع أخدصاصيين للشباب خلال فترة سنة ونص واتمحورت هذه التدريبات على موضوع إدارة المشاريع المجتمعية والمناصرة والتواصل اللي رح نرجع نحكيهن هلأ لاحقا على أساس كيف تم نتاجهن على مستوى المجتمع المحلي هذا بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية نشغل على موضوع أساسي هو عملية المناصرة اللي كانت هي مشروع أساسي بمشروعنا على الصعيد المحلي اللي بيخدم أهداف اللجان الشبابية بقلب مناطقه شو يعني المناصرة؟ بكل ضيعة تبنت مشروع بحشدوله مشان يخدم أهداف الشباب بقلب مناطقه في حد اشتغل على الصحة النفسية بقلب مناطقه منها موضوع التنمر بقلب المناطق مؤخرا نحن نشتغل من منطقة الهرميل على موضوع الصحة والحد من تلوث نهر العاصي هذا هو حملة المناصرة عنوانها اللي تبنتوا اللجنة الشبابية بمنطقة الهرميل وتوج بزيارة معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ب24 شهر نهار الخميس الماضي لمنطقة الهرميل وافتتح هذا المشروع وتنظيف نهر العاصي بوجود أكتر من 200 فعالية ووجود أكتر من 60 متطوع ووجود اللجنة الشبابية اللي كانت فعلا ناشطة وكان مشروع مهم على مستوى المنطقة ككل لأنه نهر العاصي هو شريان يجب المحافظة عليه نظيفا ويجب اتباع تعاليم صحية حتى يكون حتى السمك اللي عم يتربى بقلبه يكون صحي لأنه هو مورد غذائي أسيسي للمنطقة هذا هو اللقاء اللي جمع فعاليات منشوف معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اللي كان موجود واللي أطلق هيد الحملة الوطنية اللي هي حملة نظف بلدك وبالتالي استطاع معالي الوزير أنه يرعى هيدا الاحتفال ويتبنى واجتمع مع الشباب وجوده مع الشباب كان له ميز كتير كبير عطاهم دافع كتير كبير أنه يكونوا فعلا هني من دفعين وحاملين هيدا اللواء المناصر حتى انفاذوا حملة المناصر عادة متبدأ بس ما إلى نهاية لحتى الحقيقة كل الأهداف المطلوبة واللجان الشبابية هني متبنين هيدا الحملة حتى النهاية ومتبنين عدة حملة بعدة مناطق أما حملتكن شو هي؟ نحن عملنا حملة بس بالإضافة لألك نعم نشتغل على مشروع ذو أثر سريع فهأحكي لك أنه أكثر نحن كجمعية يوتوب وبلجنة ترابلس تحديدا نحن خلال دراسة الاحتياجات المجتمعية اللي عملناها لقينا أنه من أكثر المشاكل الموجودة عنا هي مشكلة المي يعني انقطاع المي وخاصة بالمناطق اللي هي أكثر حاجة مثل مثلا عنا منطقة التبانة بترابلس فنحن كشباب فكرنا شو المشاريع اللي ممكن نعملها وتكون هي عن جد مستدامة وعن جد إلا أثر إيجابي فلقينا أنه إذا نحن ركبنا طاقة شمسية حتى تولد كهرباء والكهرباء هايدي تساعد المي اللي موجودة بالآبار أنها تطلع وبنفس الوقت تشغل مضخات المي لتطلع المي على البيوت لقينا أنه هذا المشروع عن جده هو كتير مهم لأن نحن قبل كنا نشوف مثلا كتير ناس حاملين جلونات مي وماشيين فيهم بالطريق وغير هيك مثل ما قلنا ما فيه كهرباء سوف نطلع فيهم على الدرج ويعني تعرفي ما يقضي هيشي مهم طبعا يعني هذا المشروع ونعم يزرف قوتهم ونهارهم اللي بيقدر يعني حتى بتلاقي في ولاد صغار كمان عم بيساعدوا بهيدا الشي واللي هو يمكن كتير بيأثر على صحتهم كمان فنحن وقته عملنا هيدا المشروع عن جد يعني نحن نفذناه بس بثلاث أحياء بالتباني أكيد ما حنقدر نغطي المنطقة كلها بس كان عن جد له مفعول كتير حلو وبيّنت نتيجته ضغري لأنه قلنا هو زوء أسر سريع ونحن منتمنى أنه هيدا المشروع يكون مثل بروتوتيب أو نموذج يقدر يتطبق بكل المناطق التانية خاصة أنه الطاقة الشمسية هي طاقة متجددة ومستدامة ومثل ما منعرف أنه الكهرباء في لبنان وضع كتير سيئ فمثل هيك بجهود صغيرة بكل محال منقدر نعمل فرق أكيد على السعيد الشخص الفردي كيف يقدروا يستفيدوا الشباب منها أنا بدي أقول أنه صار شافي عندهم رؤية هذه الرؤية هي شباب متمكن يساهم بإيجابية ومساهمة فعالة في تنمية مجتمعاتهم هذا بالدرجة الأولى والمجتمعات بحد ذاتها صار في عندها رسالة هذه الرسالة احتضان هذه المواهب مستقطابة ودفعة لحتى تكون فعلا فاعلي وتكون منتجة بواقعها هذا بالدرجة الأولى قد هذه الخبرة على السي في طبعية تكون مهمة كثير مهمة عن جد يعني خاصة مثل ما قلنا المشروع عم بيتنفس بكثير مناطق ونحن من خلال الأنشطة اللي عملناها كمان قدرنا نروح نتعرف على الشباب من مناطق تانية وكمان نتعرف على الأشخاص اللي هنا منظمين من جمعيات تانية كمان وقدرنا نعمل علاقات معهم فنحن كشباب أكيد هذا الشيء كثير مهم لقلنا وبساعدنا لحتى نقوي السي في طبعنا ونلاقي فرص لقدام وبيفتح لنا كمان كثير بواب أهلا وسهلا فيكم حسين سقر مسؤول تنسيق اللي جن شابية بمؤسسة الرؤية العالمية فاطمة غمراوي متطوعة بجمعية يوتوبيا إذن عزم الشباب اتنين أكيد رح يلحقوا عزم الشباب ثلاثة بيكون شي كمان أكتر تركيز على قدرات الشباب ومساعدتهم ليقدر يكونوا هني كمان فاعلين جدا بالمجتمع أهلا وسهلا فيكم مرسي إليك وقفة هلا ونرجع ونتابع عليك